ارتجاع المريء او ارتجاع الحمض من المعدة الى المريء بيجي لنا ساعات بيروح ساعات الاول لدكتور الانف والأذن لانه بيحس على طول انه عنده حاجة خنقاه هنا او التهاب في حلقه باستمرار وساعات يروح لدكتور الاسنان لانه بيجي له تسوز كتير في اسنان مشكورا دكتور الانف والأذن قال لها مؤخرا ان ده ممكن يبقى عرض من الارتجاع وده وارد جدا ارتجاع الحمض من المعدة الى المريء ممكن فعلا يسبب التهابات في منطقة الحنجرة وساعات يعمل تغير في الصوت بس هنا النقطة اللي عايز اوضحها ان تشخيص الارتجاع مش بمنظار الحنجرة منظار الحنجرة هيشوف غير الحنجرة لكن المنظار بتاعنا هو منظار المريء والمعدة والاثنى عشر اللي بينزل ياخد بقى البلعوم والمريء والمعدة والاثنى عشر ونشوف العضلة ما بين المريء والمع الحتة المشتركة كمان ما بين الارتجاع ما بيننا وما بين زمانينا بتوع الصدرية يعني دكتور الارتجاع ممكن يروح لأكتر من دكتور يروح لدكتور الأنف والأذن عشان حلقه بيوجعه يروح لدكتور الأسنان عشان بيجيله تسوس الأسنان كتير يروح لدكتور الصدرية لان بيجيله حسية وأزمات رابه كتير وممكن يروح لدكتور الجهاز الهض كل ده بسبب الارتجاع فدي نقط مشتركة ما بيننا الحكم